أن اليوم سمعت أن الناس شنقوا على أساس محكمة عرس الدجيل وأنا متأكد من رئيس محكمة التمييز خلي سمعني أنهم لم يحكموا على أساس موضوع عرس الدجيل وإنما على موضوع آخر طيب يعني لشوشون الناس ماكوا داعي لهذا التضليل أقول أنا حكمتهم على الموضوع الثاني بدون أن أجر الموضوع إلى موضوع عرس الدجيل اللي صار بشكوك كثيرة وعلامات استفهام كثيرة على كيفية إثارته أنا بالنسبة لي أعتبر أن هذا الموضوع أثير بالأساس لأثير قضية طائفية رادو يفجر من قضية طائفية مثل ما صنعت أمور كثيرة لإثارة هذه القضايا والحمد لله الأراقين كانوا أوعى من أن يجروا إلى هذا الموضوع